موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء طلاب الصف الثامن أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تطابق المثلثات إذن أبناء الطلاب سنتعرف في درسنا لهذا اليوم بداية على تعريف تطابق المثلثات ثم أبناء الطلاب سنعرض الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات دعونا إذن أبناء الطلاب في البداية نذكر بأن عناصر المثلث هي ستة عناصر كما نعلم اللاعه الثلاث وزواياه الثلاثة إذن أبناء الطلاب نذكر من جديد بأن المثلث له ستة عناصر ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا السؤال أبناء الطلاب ما هو تعريف تطابق المثلثات دعونا أبناء الطلاب من خلال هذا المثال أن نجيب على هذا السؤال في هذا المثال أبناء الطلاب تلاحظ وجود المثلث ABC وكذلك المثلث EFL سنلاحظ جيدا أبناء الطلاب وسننظر إلى عناصر هذا المثلث وعناصر هذا المثلث الأضلاع الثلاثة في المثلث الأول والأضلاع الثلاثة في المثلث الثاني كذلك أبناء الطلاب الزوايا الثلاثة في المثلث الأول والزوايا الثلاثة في المثلث الثاني بداية أبناء الطلاب على مستوى الزوايا ونظرنا جيدا سنلاحظ في المثلث ABC والمثلث EFL بداية قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية E كذلك أبناء الطلاب سنجد أن قياس الزاوية C يساوي قياس الزاوية L كما تلاحظ وجود نفس العلامات عند هذه الزاوية وهذه الزاوية كذلك أبناء الطلاب قياس الزاوية B من الواضح أنه يساوي قياس الزاوية F إذن تساوى قياسات الزاوية الثلاثة في المثلث A, B, C مع قياسات الزاوية المقابلة لها في المثلث E, F, L على صعيد الأضلاع أبناء الطلاب لو نظرنا سنلاحظ أيضا قياس أو طول الضلع A, C يساوي طول الضلع A, L كما تلاحظ وطول الضلع A, B يساوي طول الضلع E, F وأخيرا أبناء الطلاب سنلاحظ أن طول الضلع B, C يساوي طول الضلع F كما تلاحظ إذن بالإجمال أبناء الطلاب لاحظنا تساوي عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها في المثلث الآخر من ذلك أبناء الطلاب سنقول أن المثلث A, B, C يطابق المثلث E, F, L مرة أخرى أبناء الطلاب تساوت عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها في المثلث الثاني من ذلك أبناء الطلاب تحديدا استطاعنا القول بأن المثلث A, B, C يطابق المثلث E, F, L إذن المثلث A, B, C يطابق المثلث E, F, L كما أشرنا للسبب تساوي عناصر المثلث الأول مع مقابلاتها من عناصر المثلث الآخر بناء على هذا المثال أبناء الطلاب نذهب لهذا التعريف فنقول المثلثان الطبوقان هما المثلثان تساوت فيه مع عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها من المثلث الآخر بناء على هذا التعريف أبناء الطلاب سنذهب للإجابة على التمرين التالية بكل سهولة ومع التمرين الأول في هذا التمرين أبناء الطلاب سنبين أن المثلث A, B, C يطابق هذا المثلث D, H, E سنبحث بداية أبناء الطلاب عن تساوي عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها في المثلث الثاني ونبدأ أبناء الطلاب من حيث الزوايا لو نظرنا جيدا أبناء الطلاب هذه المرة سنلاحظ أن قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية H كما تلاحظ أيضا سنلاحظ أن قياس الزاوية B يساوي قياس الزاوية E كما تلاحظ وتساوي 40 درجة سنلاحظ أيضا أبناء الطلاب أن قياس الزاوية C في المثلث الأول تساوي 50 درجة وهي بذلك تساوي قياس الزاوية D في المثلث الثاني التي أيضا تساوي 50 درجة أن أبناء الطلاب فننظر جيدا إلى الأضلاع في كلا المثلثين سنلاحظ أبناء الطلاب أن طول AB يساوي طول EH كما تلاحظ أيضا سنلاحظ أن طول الضلع BC يساوي طول الضلع DE كما تلاحظ أخيرا أبناء الطلاب سنلاحظ أيضا أن طول الضلع AC يساوي طول الضلع DH كما تلاحظ بذلك أبناء الطلاب من جديد سنقول أن العناصر في المثلث الأول تساوت مع مقابلاتها من المثلث الآخر وهو المثلث DHE من ذلك أبناء الطلاب نستطيع أن نحكم ونقول أن المثلث ABC يطابق بالفعل المثلث DHE كما أشرنا أبناء الطلاب السبب تساوي عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها في المثلث الآخر ننتقل أبناء الطلاب إلى التمرين الذي يليه والتمرين يقول هل المثلثان طبقان في هذا الشكل؟ ولماذا؟ أي هل المثلث ALS يطابق المثلث FRG ومن ثم علينا تعليل هذه الإجابة كما هو مطلوب إذن أبناء الطلاب لكي نجيب ونحكم على هذين المثلثين بداية علينا قراءة المعطيات قراءة جيدة ومن ثم سنستطيع الحكم على هذين المثلثين سنلاحظ جيدا أبناء الطلاب أن المعطيات تشير وتقول أن طول AS يساوي طول RG وطول AL أو LA يساوي طول AS يساوي طول FR يساوي طول FG بالنسبة للزوايا أبناء الطلاب سنلاحظ أن قياس الزاوية L في المثلث الأول تساوي قياس الزاوية F في المثلث الثاني لكن أيضا أبناء الطلاب تبقى لدي مجهول قياس الزاوية A وقياس الزاوية S من المثلث الأول وقياس الزاوية R وقياس الزاوية G من المثلث الثاني وبالتالي أبناء الطلاب لكي نحكم على هذين المثلثين بأنهما متطابقان علينا أن نأتي بقياس هاتين الزاويتين من المثلث الأول أي الزاوية A والزاوية S وهاتين الزاويتين من المثلث الثاني الزاوية R والزاوية G بكل تأكيد إذن أبناء الطلاب الآن بكل بساطة يمكن لنا أن نقول في المثلث ALS كما تراحظ نستطيع بالتأكيد أن نأتي بقياس الزاوية A وقياس الزاوية S حينما ننظر جيدا لهذا المثلث سنلاحظ أن الطول AL يساوي طول الـS ما الذي يعنيه ذلك أبناء الطلاب؟ نعم أحسنتم أن هذا المثلث متساوي الساقي بالتالي أبناء الطلاب قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية S بكل سهولة إذن أبناء الطلاب سنقول الآن بما أن طول AL يساوي طول SL أي المثلث متساوي الساقين إذن كما أشترنا زاوية القاعدة متساوية ولدينا معطى قياس الزاوية L في هذا المثلث وتساوي 40 درجة إذن بالإمكان أن نقول قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية S ويساوي 180 درجة مجموع قياس الزاوية المثلث ناقص الزاوية المعطى 40 تقسيم 2 بالتالي 140 تقسيم 2 الناتج بكل سهولة يساوي 70 درجة بالتالي أبناء الطلاب قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية S ويساوي 70 درجة حصلنا على هذه الزاوية وهذه الزاوية كما تلاحظ لأن أبناء الطلاب بالمثل في المثلث الآخر يمكن لنا أن نقول طول F R يساوي طول F G ومن ذلك أبناء الطلاب سنقول أن قياس الزاوية R يساوي قياس الزاوية G ويساوي بالمثل 180 ناقص الزاوية المعطاة 40 تقسيم 2 بالتالي 140 تقسيم 2 والناتج يساوي 70 درجة إذن أبناء الطلاب قياس الزاوية R يساوي قياس الزاوية G وتساوي 70 درجة بعدما أبناء الطلاب حصلنا على الزاوية المجهولة اكتملت المعلومات لدي عن عناصر المثلث الأول وعناصر المثلث الثاني من ذلك أبناء الطلاب لنا أن نلاحظ جيدا أن أطوال الأضلاع في المثلث الأول تساوي أطوال الأضلاع المقابلة لها في المثلث الثاني كذلك أبناء الطلاب قياسات الزاوية في المثلث الأول تساوي أيضا قياسات الزاوية المقابلة لها في المثلث الثاني بالتحديد أبناء الطلاب سنقول قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية G كذلك أبناء الطلاب قياس الزاوية S يساوي قياس الزاوية R وأخيرا أبناء الطلاب قياس الزاوية L يساوي قياس الزاوية F من المثلث الثاني وعلى مستوى الأضلاع أبناء الطلاب أو أطوال الأضلاع سنلاحظ أن AL يساوي FG وLS يساوي FR وأخيرا أبناء الطلاب سنقول أن AS يساوي RG وفقا للمعطيات إذن أبنا الطلاب من ذلك استنتجنا أن عناصر المثلث الأول تساوي مقابلاتها من المثلث الثاني إذن أبنا الطلاب بعدما قلنا أن عناصر المثلث الأول تساوي العناصر المقابلة لها في المثلث الثاني سنقول بكل سهولة أن المثلث ALS يطابق المثلث FRG كما أشرنا دائما أبنا الطلاب لتساوي عناصر المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها من المثلث الثاني إذن هكذا أبنا الطلاب بعدما قمنا بتعريف تطابق المثلثات واستفدنا من هذا التعريف في الإجابة على هذه التمرين التي سبقت بعد الفاصل أبنا الطلاب سنتعرف على الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات إذن فاصل قصير ومن ثم نعم أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب من جديد ومع الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات في هذه الحالة أبنا الطلاب سنكتفي بتطبيق ثلاثة عناصر من المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها من المثلث الثاني لنستنتج بعد ذلك أبنا الطلاب بكل تأكيد تطابق بقية العناصر من المثلث الأول مع العناصر المقابلة لها في المثلث الثاني بالتالي أبنا الطلاب الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات تقول يتطابق مثلثان إذا تساوى طول ضلع وقياساء الزاويتين المجاورتين له من المثلث الأول مع مقابلاتها من المثلث الآخر وتسمى هذه الحالة أبنا الطلاب زاوية ضلع زاوية مرة أخرى أبنا الطلاب نص الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات يقول يتطابق مثلثان إذا تساوى طول ضلع وقياساء الزاويتين المجاورتين من المثلث الأول مع مقابلاتها من المثلث الآخر واختصار هذه الحالة أبنا الطلاب كما تلاحظ زاوية ضلع زاوية دعونا أبناء الطلاب نوضح هذه الحالة من خلال هذا المثال المثال يقول المثلثان A B C أي هذا المثلث والمثلث E F L فيهما المعطيات تقول أولا قياس زاوية A يساوي قياس زاوية E فرضا أو معطى من أبناء الطلاب قياس زاوية C يساوي قياس زاوية L وتساوي 45 درجة كما تلاحظ هذا أيضا أبناء الطلاب فرضا أو معطى أخيرا أبناء الطلاب طول الضلع A C من المثلث الأول يساوي طول الضلع E L من المثلث الثاني بالتالي أبناء الطلاب تساوى طول الضلع كما تلاحظ وقياس الزاويتين المجاورتين لهذا الضلع من المثلث الأول مع مقابلاتها كما أشرنا في المثلث الآخر أي A C تساوى مع A L وقياس الزاوية A تساوت مع قياس الزاوية A وقياس الزاوية C تساوت مع قياس الزاوية L وفقا لهذه الحالة أبناء الطلاب وهي الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات سنقول أن المثلث A B C يطابق المثلث E F L كما أشرنا إذن أبناء الطلاب اكتفينا بتطابق ثلاث عناصر من المثلث الأول مع مقابلاتها من المثلث الآخر ويمكن لنا بعد ذلك أبناء الطلاب بكل سهولة أن نستنتج تطابق العناصر المتبقية في كلا المثلثين إذن أبناء الطلاب وفقا لهذه الحالة دعونا نذهب للإجابة على التمارين التالية التمارين يقول أبناء الطلاب أثبت أو برهن أن المثلثين متطابقان إذن أبناء الطلاب ننظر جيدا فنلاحظ أن قياس الزاوية H في المثلث هذا مثلث C H M تساوي قياس الزاوية B في هذا المثلث أيضا طول الضلع H M يساوي طول الضلع M B ولنا أبناء الطلاب بعد ذلك أن نقول قياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 2 أبناء الطلاب بالتأكيد لأن هتين الزاويتين متقابلتان بالرأس إذن أبناء الطلاب سنثبت أن هذا المثلث يطابق هذا المثلث بعدما نقوم بإكمال الفراغ ها هنا إذن المثلثان B M D والمثلث C M H فيهما أولا كما أشرنا قياس الزاوية 1 بالتأكيد يساوي قياس الزاوية 2 وذكرنا أبناء الطلاب السبب هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية للتقابل بالرأس أيضا أبناء الطلاب معطى أن M H يساوي بالتأكيد M B وهو أيضا معطى أو فرضا أيضا أبناء الطلاب قياس الزاوية 1 كما تلاحظ تساوي بالتأكيد قياس الزاوية B وهذا أيضا فرضا إذن أبناء الطلاب لدينا طول ضلع وقياس الزاويتين المجاورتين لهذا الضلع يتساوي مع مقابلاتها من المثلث الآخر بالتالي أبناء الطلاب هذا يذكرنا أبناء الطلاب بالتأكيد بالحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات بالتالي سنحكم ونقول المثلثان طبقان حسب الحالة بالتأكيد التي قلنا هي عبارة عن زاوية ضلع زاوية ننتقل أبناء الطلاب إلى التمرين الذي يليه والتمرين يقول أثبت أن المثلثين كما أشرنا المثلث BHC والمثلث الآخر المثلث CDH أو HDC أثبت أن هذين المثلثين متطابقان إذن أبناء الطلاب سنكمل الفراغ ومن إكمال الفراغ سنستنتج أن هذين المثلثين متطابقان وفقا للحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات إذن المثلثان أبناء الطلاب فيهما بداية كما تلاحظ قياس الزاوية BHC تساوي بالتأكيد قياس الزاوية DHC وهذا أبناء الطلاب كما تلاحظ موجود فرضا أيضا أبناء الطلاب نلاحظ أن هذا الضلع HC هو ضلع مشترك بين المثلث BHC والمثلث الآخر HDC كما تلاحظ إذن ضلع HC هو ضلع مشترك أخيرا أبناء الطلاب سنلاحظ معطى آخر وأخير وهو أن قياس الزاوية BCH هذه الزاوية بالتأكيد تساوي قياس الزاوية DCH بالتالي أبناء الطلاب مباشرة سننظر ونلاحظ أن طول ضلع وقياس أو قياس الزاويتين المجاورتين لهذا الزلع قد تساوي مع العناصر المقابلة لها في المثلث آخر وهذه الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات إذن المثلثان طبقان حسب الحالة بالتأكيد حالة زاوية ضلع زاوية إذن أبناء الطلاب تعرفنا على الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات واستطعنا من خلال هذه الحالة الإجابة على هذه التمارين لكن أبناء الطلاب تبقى لدينا المزيد من هذه التمارين بعد هذا الفاصل فاصل قصير ومن ثم نعود أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب من جديد ومع التمرين التالي التمرين يقول في هذا الشكل أوجد بداية قياس الزاوية B من المثلث ADB ثم بعد ذلك أثبت أن هذا المثلث ADB يطابق المثلث ACE وبعد ذلك أبناء الطلاب استنتج أن AB يساوي AE وأيضا AD يساوي AC فنبدأ أبناء الطلاب ومع المطلوب الأول وهو إيجاد قياس الزاوية B في المثلث ADB بكل سهولة أبناء الطلاب يمكن لنا أن نأتي بقياس الزاوية B حينما نقول مجموع قياس الزاوية المثلث تساوي 180 درجة ومعطى لدي هذه الزاوية وهذه الزاوية ومجموع قياسهما يساوي 150 درجة بالتالي قياس الزاوية B يساوي 180 ناقص 150 ليكون الناتج أبناء الطلاب 30 بالتالي قياس الزاوية B بكل سهولة تساوي 30 درجة وكما أشرنا أبناء الطلاب لأن مجموع قياس الزاوية المثلث تساوي 180 درجة مطلوب الثاني أبناء الطلاب يقول أثبت أن هذا المثلث يطابق هذا المثلث في المثلثين بالتأكيد أبناء الطلاب ADB والمثلث الآخر ACE فيهما من المعطيات أولاً DB أو طول هذا الضلع يساوي 2 وأيضاً طول الضلع الآخر في المثلث الآخر CE يساوي 2 بالتالي DB يساوي EC ويساوي 2 وهذا فرضاً أي معطى وتوصلنا أبناء الطلاب إلى أن قياس الزاوية B يساوي 30 درجة بالتساوي مع قياس الزاوية الأخرى في المثلث الآخر المقابل لها وهي الزاوية E بالتالي قياس الزاوية B يساوي قياس الزاوية E كما استطعنا أن نبرهن ذلك أيضاً أبناء الطلاب كان لدينا معطى قياس الزاوية D الذي يساوي 130 درجة يساوي بالتأكيد قياس الزاوية C التي أيضا تساوي 130 درجة وهي الزاوية المقابلة لها في المثلث الآخر من ذلك أبناء الطلاب سنقول لدينا طول ضلع وقياساء الزاويتين المجاورتين لهذا الضلع قد تساوى مع العناصر المقابلة له من المثلث الآخر أو قد تساوت مع مقابلاتها من المثلث الآخر وهذه أبناء الطلاب الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات والتي من خلالها أبناء الطلاب سنستطيع أن نحكم على هذين المثلثين بأنهما متطابقان بالتالي أبناء الطلاب هذا المثلث يطابق هذا المثلث بحسب الحالة زاوية ضلع زاوية نبقى إذن أبناء الطلاب مع المطلوب الأخير وهو استنتاج أن AB يساوي AE وطول AD يساوي طول AC من المثلث الآخر بالطبيعي أبناء الطلاب بعدما أن استطعنا أن نثبت أن هذا المثلث يطابق هذا المثلث من الطبيعي جدا أبناء الطلاب أن نحكم على بقية العناصر من المثلث الأول بأنها تطابق العناصر المقابلة لها من المثلث الثاني لأجل ذلك أبناء الطلاب سنقول بما أن المثلثين ABD والمثلث الآخر AEC متطابقان فإن عناصر أحد المثلثين تساوي العناصر المقابلة لها في المثلث الآخر ونستنتج من ذلك أبناء الطلاب بكل سهولة أن طول AD يساوي طول AC وأيضا AB أو طول AB يساوي طول AE ننتقل أبناء الطلاب إلى التمرين الذي يليه والتمرين يقول أثبت أن المثلثين متطابقان أي هذا المثلث وهذا المثلث وبعد ذلك استنتج أن النقطة C تقع في منتصف BE بالتالي أبناء الطلاب سنبدأ مع المطلوب الأول وهو إثبات أن هذين المثلثين متطابقان بكل سهولة أبناء الطلاب سنقول في المثلثين المثلث الأول BAC والمثلث الذي يليه CDE أي هذا المثلث نجد واحد من المعطيات تحديدا أبناء الطلاب أن طول AC يساوي بكل سهولة CD لوجود إشارات التساوي كما تلاحظ على هذا الضلع وهذا الضلع أيضا أبناء الطلاب سنقول قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية D وكل منهما أبناء الطلاب تساوي 90 درجة كما تلاحظ هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية أيضا قائمة أخيرا أبناء الطلاب لو نظرنا جيدا سنلاحظ أن قياس الزاوية هذه الزاوية أو قياس الزاوية BCA يساوي قياس الزاوية DCE بكل سهولة للتقابل بالرأس إذن أبناء الطلاب توفرت شروط الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات وجود طول ضلع وقياسها زاويتين مجاورتين لهذا الزلع مع مقابلاتها في المثلث الآخر بالتالي أبناء الطلاب إذن المثلثان متطابقان بحسب الحالة زاوية ضلع زاوية إذن أبناء الطلاب بعدما استنتجنا أن المثلث A أو B A C يطابق المثلث DCE أصبح بالإمكان أبناء الطلاب أن نستنتج بعد ذلك المطلوب الثاني وهو إثبات أن النقطة C تقع في منتصف B E إذن أبناء الطلاب سنقول أن من تطابق المثلثين يمكن لنا أن نقول طول B C يساوي طول C E في المثلث الآخر الذي يعنيه ذلك أبناء الطلاب تحديدا أن نقطة C بكل تأكيد تقع في منتصف B E هكذا إذن أبناء الطلاب استطعنا أن نجيب على المطلوب الثاني إذن أبناء الطلاب بختام هذا التمرين نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم والذي تعرفنا فيه على تطابق المثلثات وتعرفنا أيضا على الحالة الأولى من حالات تطابق المثلثات أبناء الطلاب إلى لقاء قادم بحوله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة